اهلا بكم من جديد اكد معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط على دمج وتفعيل جهود القوى الامنية الحكومية في المنطقة مع القوى الامنية الاخرى في الشركات الكبرى والمؤسسات الوطنية في تحقيق التكامل الامني جاء ذلك خلال افتتاح معاليه مؤتمر ومعرض الامن الصناعي في الشرق الاوسط الذي تستضيفه المملكة تحت رعاية وزير الداخلية معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة ووضح معالي الوزير بان اهم مصادر الثروة في اي مجتمع هي الثروة البشرية المتمثلة في ابنائه فهم الذين تعقد عليهم الامال ويستشرف بهم الغد المشرق ويحمل على عاتقهم التطلعات المستقبلية كما اكد معاليه بان اهمية هذا المؤتمر والمعرض المصاحب تكمن في دعم قدرات الشركات الرائدة في منطقة الخليج العربي في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة بالمنطقة وذلك من اجل حماية بنيتها الاساسية وحماية انظمتها المعلوماتية وامتلكاتها الفكرية حتى تكون قادرة على خوض غمار المنافسة العالمية وتحقيق اعلى نسب الربحية نحن ننظر للبحرين كشريك استراتيجي هام وهي بوابة لنا للتواصل مع شركائنا في المنطقة في بيئة سليمة وامنة ولقد تلقينا دعما من حكومة مملكة البحرين وهو ما يدعم جهودنا ويعمل على انجاحها يوجد هنا خبراء من مختلف أنحاء العالم وخبراء من الشرق الأوسط كثير من العارضين شاركوا السنة هذه في المعرض وسيكونوا رافض مهم لنجاح المؤتمر في مملكة البحرين اظهرت احدث بيانات مصرف البحرين المركزي ان القروضة الشخصية في المملكة بلغت في نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 3.6 مليار دينار مترجعة بـ 40 مليون دينار مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري وتشكل القروض الشخصية حوالي 43% من اجمالي القروض وتسهيلات الممنوحة من قبل مصارف قطاع التجزئة في المملكة فيما بلغ اجمالي القروض الممنوحة في نهاية شهر سبتمبر حوالي 8.4 مليار دينار مرتفعة من 8.2 مليار دينار في شهر يونيو الماضي بزيادة بلغت 2.2% تفوقت البحرين على جميع الدول العربية باستثناء الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة كما تقدمت في الترتيب العالمي بهذا الخصوص بحسب مؤشر المرأة والسلام والأمن الصادر حديثا عن معهدي أوسلو لأبحاث السلام وجورج تاون للنساء والسلام والأمن وقد احتلت المملكة الترتيب الثاني عربيا و63 عالميا في المؤشر الذي تضمن 153 دولة تمثل أكثر من 98% من تركيبة السكانية في العالم ويقيس المؤشر مدى العنف الممارس ضد المرأة وصولا إلى التمكين الاقتصادي والسياسي والاندماج في المجتمع في نواحي التعليم والتوظيف ولا نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ترجمة نانسي قنقر نواصل نشر الاقتصادية ومشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لهذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 1265 نقطة منخفضا بنسبة 0.93% وذلك عائل لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والفنادق والسياحة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وسبعمائة وستة وعشرين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت سبعمائة وثلاثة واربعين ألف دينار تم تفيدها من خلال مائة وسبع صفقات وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 47% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة تقارب العشر نقطة مئوية عند مستوى ستة ألاف تسعمائة وأربعين وثمانين نقطة مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي الرعاية الصحية وأيضا العقارات نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع كبير بنسبة 2.30% عند مستوى 6.319 نقطة وذلك لتأثرها بموجة البيع في السوق المستمرة منذ عدة أجهزات بالرغم من تسجيلها كأفضل الأسواق الخليجية أداءً حيث حققت عوائد من نهاية أو بداية السنة حتى نهاية أكتوبر بنسبة 13% ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق بتراجع بنسبة 0.35% عند مستوى 4.435 نقطة بسبب تراجع مؤشر قطاعات الاتصالات والاستثمار والخدمات المالية سوق دبي المالية أغلق على تراجع أيضاً بنسبة 1.16% عند مستوى 3.544 نقطة ويعود سبب النزول الخفاض مؤشر قطاعات الاتصالات والاستثمار وأيضاً الخدمات المالية في حن سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة تقارب النصف نقطة مئوية عند مستوى 5079 نقطة مدعوماً بتقدم مؤشر قطاعي المال والصناعة